موسيقى ننتقل الآن إلى فقرة مواقع التواصل الاجتماعي فقد حصد الفيديو الذي نشرته صفحات رؤية ويعرض لقطات لوصول محبوب العرب الفنان محمد عساف إلى مطار الملكة علياء الدولي بكاميرا الزميلة رنيم عبدين مساء أمس حصد في أقل من 24 ساعة أكثر من 37 ألف مشاهدة وإضا تم تداول الفيديو مئات المرات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لقناة رؤية إضافة لآلاف الإعجابات والآراء التي كانت متباينة حول درجة الأهمية التي تم منحها لعساف يوسف أبو غزالة علق على الفيديو على صفحة رؤية في الفيسبوك منتقدا كل هذه الأهمية معتبرا أنه يوجد أولويات أهم من موضوع محبوب العرب إذ قال محبوب العرب كلمة كبيرة محبوب هوات الغناء العرب الأهم أنه يا رب فرجها على الشعب الأردني فقر غلاء وفساد يا رب فرجها على سوريا وفلسطين ومصر هذا أهم شيء بينما كان هناك من يخالفه الرأي طارق هلال كتب على نفس الفيديو مبديا سعادته بمحمد عساف إذ قال أكثر إشي عاجبني أنه كل العرب صاروا يغنوا علي الكوفية وعلي الراي برام الله وبجبال النار هذا المقطع لحاله لما أشوف عربي بغنيها من جواتي بكون كتير مبسوط شارك الكاتب العربي سليمان الضفيري متتبعوه على تويتر انتباعات من زيارته إلى الأردن التي تمت مؤخرا حيث كتب العديد من التغريدات المصورة عن جرش والعديد من الأماكن التي زارها مستخدما هاشتاغ تجربتي في الأردن الضفيري نشر صورة للأعمدة في جرش قائلا عنها القرن الثاني بعد الميلاد مدينة جرش في الأردن حضارة قامت ثم اندثرت وعلى أطلالها حيث التقطت عدسة هذه الصورة وقد قامت المواطنة الأردنية منال بمشاركة المقال الذي كتبه الضفيري عن الأردن مع وزير السياحة الأسبق نايف حميدي الفايز الذي يتفاعل للآن مع متتبعيه في الأمور السياحية تحديدا حتى بعد أن خرج من التشكيلة الحكومية منال قالت مساء الخير معليك مقال رائع للسيد سليمان الضفيري يشارك تجربة السياحية في الأردن وقد قام الفايز بإعادة تغريد ما كتبته منال في حسابه الخاص على تويتر والبالغ عدد متتبعيه أكثر من ستة آلاف شخص من داخل الأردن ومن خارج الأردن رغم أننا في رؤية ننشر وبشكل دائم كل ما يصلنا من الأصدقاء للصور التي تظهر فيها أعمدة الشوارع في عمان والمحافظات نهارا مضاءة مما يشكل هدرا للطاقة إلا أنه لا مجيب من قبل الجهات الحكومية لإطفاء الإنارة نهارا طالما لا حاجة لها أمس التقطت كاميرا الزميلة نسرين أبودية أربعة صور تظهر أعمدة إحدى الشوارع في عبدون غرب العاصمة عمان مضاءة في تمام الساعة الخامسة عصرا مثل هذه الصور تحصد العديد من التعليقات التي تستغرب مثل هذا الهدر في الطاقة في الوقت الذي يصر فيه وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس الحكومة على التصريح بأن الخسائر في قطاع الكهرباء مرتفعة ولا بد من تعويضها برفع أسعار الكهرباء على المواطنين يزن السعودي كتب في تصريح على صفحة رؤية الإخبارية على الفيسبوك مبينا أن الإنارة نهارا لا تشمل عبدون وحدها حيث قال مو بس في عبدون أغلبية مناطق الأردن قبل يومين طبربور كل أعمدة الشارع مضاءة محمد خير الدين تساءل مستنكرا وبحكي لك ليش دين الأردن بزيد هنادي نقلت ما رأته من إنارة نهارا لأعمدة الشوارع في مرج الحمام اتقالت آه والله أنا قبل يومين من مرج الحمام للجسر المؤدي لطريق المطار بحدود الساعة 6 كانت أضوية الشارع منارة